موسيقى كم عدد بيجي بعدها اسم جمع glasses of water أكواب المياه do you drink every day بتشربها كل يوم every day يعني كل يوم why لماذا why is water ليه المياه important for your health ليه مهمة جدا للصح health يعني الصح health يعني ملحوظة salt water يعني المياه المالحة can can also be cold يعني ممكن نسميها برضو مياه المياه المالحة دي ممكن نسميها ايه cold يعني بتسمى sea water مياه البحر sea water salt water هي هي sea water المياه مالحة هي مياه البحر it's the water in seas في البحار and oceans و المحيطات يبقى هنا بيعرفتني ان salt water هي هي sea water المياه المالحة هي مياه البحر I drink eight glasses of fresh water fresh water يعني المياه عزبة fresh water نهر مياه عزبة a day في اليوم فبقول I drink eight glasses of fresh water يعني بشرب تمن اكواب من المياه العزبة a day يعني في اليوم look and complete glacier 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 يعني نهر من الجليد glacier نهر جليدي lake 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 يعني بحيرة lake ocean ocean يعني محيط ocean river river اللي هو النهر river stream stream اللي هو مجرة مجرة stream stream يبقى هنا يبقى هنا اول حاجة glacier 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 اللي هو نهر جليدي glacier number two دي هتبقى lake بحيرة lake number three تبقى river river تبقى هنا river number three number four ocean ocean اهو ocean لون محيط ocean ocean number five دي هتبقى stream 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 هكتبه هنا stream مجرة مياه stream بنقوله ثاني glacier 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 lake 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 إيهو بحيرة lake river river اللي هو نهر river river نهر آه بعد كده ocean اللي هو المحيط ocean محيط مجرى مياه محيط ستريم باس يعني مياه للاستحمام باس ووتر ووتر فور كروبس يعني محصيل مياه لري المحصيل درينكينج ووتر درينكينج ووتر يعني مياه للشرب زريت سي زريت سي البحر الأحمر زريت سي البحر الأحمر think what's the difference ايه الفرق between بين the water in the river Nile مياه نهر النيل and the Mediterranean Sea طبعا the river Nile اللي هو نهر النيل ده مياه عزبة ده fresh water أما the Mediterranean Sea البحر الأبيض ده طبعا مياه ملحة اللي هي salt water why can't why لماذا why can't we drink the water in the sea ليه احنا مش هنقدر نشرب مياه البحر use this close close اللي هي يعني هنستخدم أفكار to talk about your answers عشان نجاوب على الأسئلة عندي fresh water مياه عزبة salt water مياه ملحة health health يعني صحة عندي salt يعني ملح stream stream قلنا stream يعني مجرة rain مطر stomachic stomachic اللي هي ألام في المعد stomachic اللي هي ألام في المعد describing the elephant describing يعني وصف the elephant الفيل look at the picture نبص على الصورة on page 27 what animal can you see what animal can you see read and listen to the story story يعني قصة what is special about the men men يعني رجال من يعني رجال جمع كلمة man man يعني رجل الجمع بتاعها شاز كلمة man رجل ما بضفلهاش اس الجمع بتاع حشاز جمع بتاع man من رجال a long time ago a long time ago يعني منذ زمن بعيد a long time ago منذ زمن بعيد there where there where كان هناك six blind men six blind men يعني ستة رجال مكفوفين blind blind يعني كفيف blind قلنا من جمع بتاع man بقول لي يعني منذ زمن بعيد كانوا هناك ست رجال مكفوفين who wanted who هنا اداة وصل wanted to meet كانوا عايزين meet يعني يقابل كانوا عايزين يقابلوا meet كانوا عايزين يقابلوا an elephant an elephant elephant يعني feel زي هاد heard اللي هما سمعوا عنه many stories سمعوا عنه فيه قصص كتير stories اللي هي جامع story قصص دي كده قصص سمعوا عن feel فيه قصص كتير فكانوا عايزين يعرفهم حاجة عن feel او يقابلهم الحيوان ده يقابلوا feel about this incredible incredible يعني حاجة لا تصدق animals حاجة متهشة incredible animals من ضمن طبعا الفيل من ضمن الحاجات المتهشة او الحاجات الغريبة incredible but each man كل رجل each man كل رجل had a different idea different idea يعني عنده فكرة مختلفة about what's the elephant عن elephant كل واحد في دماغه الفيل دوت شكله يختلف عن التاني would look like would look like يعني شكله مختلف الستة كل واحد حاطت في خياله ان الفيل دوت ليه شكله معين one day one day a local farmer a local farmer one day يعني ازاة يوم في احد الايام a local farmer قلنا a local farmer farmer يعني فلاح local يعني محلي او فلاح في من اهل البلد was walking كان ماشي along the road بطول الطريق along the road road الوطريق with an elephant كان ماشي ومعفيل that worked on his farm كان بيعمل في المزرعة بتاعته his farm farm يعني مزرعة the farmer الفلاح اسقد سأل if the man لو احد من الرجالة دول would like to touch لو حد من اللي هم الستة الرجال دول عايز يلمس touch يعني يلمس the elephant يلمس الفيل to discover discover عشان يكتشف how it looks شكله ايه the men الرجال were very excited كانوا متحمسين جدا and walked over the enormous animal animal enormous animal راحهم جري على الحيوان الضخم enormous يعني ضخم enormous ضخم the first man the first man الرجل الاول touched the side touched يعني لمس the side of the elephant لمس جزء من جانب من الفيل he said قال ايه بقى said يعني call المضي بتاع say said قال ايه it's very tall ده الحيوان ده طويل خالص and very strong وقوي جدا it's like a wall it's like like يعني شكله اول شكل الحائط شكل ايه الحيطة اول حائط يعني اول واحد رجل اولان زفر استمان اول راجل راح يلمس الفيل لمس جزء من جانب الفيل وقال عليه ايه ايه ده عامل زي الحيطة ده حاجة طويلة خالص وايه it's like a wall it's like a wall يعني شكل الحائط the second the second man the second man الرجل الثاني put his arms حط his arms زراعه around the elephant back leg يعني حط دي كده على رجل من رجول الفيل he said هو قال ايه بقى no you are wrong انت خاطئ انت ما قلتش الصح بالنسبة لشكل الفيل it's round ده هو حاجة دائرية it's round and strong وكو جدا like a tree trunk like a tree like a tree يعني شكل الشجرة trunk اللي هو الجزع بتاع الشجرة قال ده هو الفيل ده ده شبه الجدر بتاع الشجر when the third man third man الرجل الثالث يبقى عندي the first man الرجل الاول عندي the second man الرجل الثاني the third man الرجل الثالث put his hand حط ايده on the elephant on the elephant trunk he said هو قال ايه بقى you are both wrong انتو الاتنين خطأ حط عايده على trunk trunk اللي هو الخرطوم بتاع الفيل وقال ايه you are both wrong both يعني كلاكوما wrong خطأ the elephant الفيل is long الفيل ده شكله طويل long طويل and flexible flexible يعني marine marine flexible it's just like a snake ده شكله شبه السعبان ليبقى لانه وحط ايده على خرطوم بتاع الفيل طبعا قال ده ايه ده حاجة ده حاجة طويلة ماشي ويمارن وفيه شبه من ايه من السعبان the force man the force man يعني الرجل الرابع put his fingers وضع اصابعه against the elephant task task يعني ناب ناب بتاع الفيل حطوا صبعه على ناب he said وقال it's hard ده الفيل ده hard long and smooth smooth يعني ناعم يعني ده حاجة طويلة وشكلها جمدة كده صلبة and smooth ونعم i think it's dangerous انا مثال ده حاجة خطر like a spear like a spear يعني شكلها ايه شكل الرمح the fifth man الرجل الخامس the fifth man was very very tall الرجل الخامس ده بقى كان طويل جد he reached وصل out and detached the elephant's ear يعني الرجل بقى اللي هو الطويل ده وصل لإيه كان طويل خالص أطول واحد فيهم فلمس الأزن بتاعت الفيل ear أزن he said this elephant الفيل ده is small الفيل ده ناعم خالص and flat ومسطح and shaped just like a leaf شكله shaped يعني شكله just like a leaf شكله شبه ايه الورق بتاع الشجر leaf finally يعني أخيرا finally أخيرا the sixth man الرجل السادس put his hand وضع يده put يعني يضع put his hand وضع يده on the elephant tail tail يعني tail حطي يده على tail الفيل he said وقال this elephant الفيل ده is not like a wall not like يعني مش شكل a wall مش شكل الحائط ولا أسبير ولا شكل الرمح or a snake ولا شكل الصعبه it's not like a leaf ومش شكل ورقة الشجر or tree trunk ولا شكل الجزع بتاع الشجرة it's elephant it's just like a rope rope يعني شكل شكل الحبل rope rope يعني شكل الحبل this elephant is just like a rope طبعا عشان هو لمس الديل بتاعه فقال لك بس ده الفيل ده عبارة عن ايه عبارة عن هو ولا اللون بقى هو الفيل دوت ولا هو رمح ولا شبه الصعبان ولا شبه الحائط ما ليه قال لك ده ايه like a rope شكله شكل ايه الحبل the farmer الفلاح listen to everything the man said الفلاح سمع كل واحد قال ايه he turned to them and said قال لهم ايه بقى in fact في الحقيقة you are all correct كلكم على صح each of you only touched one part of the elephant يعني انتم كل واحد لمس جز part of يعني جز part جز part of the elephant كل واحد فيكم لمس جزء من الفيل if you stop for a moment لو انتم توقفتم لحظة and listen to what you all think لو كلكم توقفتم لحظة وسمعت بعض كل واحد بيعتقد you can all see what the elephant looks like انتم ممكن تعرف الفيل شكل ايه يعني لو كل واحد حسب حاجة حسب اللي هو لمس الفيل الجزء اللي لمسه وكلهم هيكونهم كل واحد رأيه من القراء دي هيكون شكل الفيل لو كلهم اجتمعوا مع بعض وكل واحد قال على الحاجة اللي هو حساه كلكم هتبقوا مشتركين انكم كنتوا تعرفوا شكل الفيل في الاخر شكل وعبران ايه match the word to their correct meaning blind blind يعني كفيف blind معناها can't see can't see لا يستطيع الرؤية can't see trunk trunk اللي هو الانف الخرطوم بتاع الفيل trunk the very long nose of an elephant الانف بتاعت الفيل nose يعني انف دي بقى اسمها ايه trunk trunk tusk tusk اللي هو الناب ناب tusk a very long pointed tooth يعني عبارة عن سنة مدببة طويلة spear 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 اللي هو ايه رمح a long pointed stick يعني عبارة عن عصى مدببة طويلة spear spear اللي هو الرمح في بقى اسئلة على قصة نحلها مع بعض answer the question in your note book طبعا ده الفيلة هو الفيل ده اللي هم كان نفسهم يكتشفهم الفيل ده عبارة عن ايه طبعا قلنا كل واحد لمس حاجة من الفيل واعتقد ان الفيل هو الحاجة دية اللي بالنسبال يعني ده لما لمس الانف الخرطوم بتاع الفيل ماشي وده اطول واحد فيهم لما لمس الازن بتاعت الفيل واعتقد ان دي ورق شبق الفيل ده عبارة عن ورقة زي ورق الشجر وده لمس الدل بتاعه اعتقد ان الفيل ده عبارة عن حبل وده لما لمس الفيل من الجانب بتاعه قل ده عبارة عن حائط فنقرى الاسئلة ونحلها what did the blind men blind men يعني الناس اللي هما المكفوفين want to find out يعني هما كانوا عايزين يكتشفوا ايه find out يعني يكتشف اقول the men want to find out what an elephant was like كانوا عايزين يعرفهم الفيل ده شكله ايه يبقى اقول the men want to find out كانوا عايزين يكتشفهم what an elephant was like كويتش النمبر 2 what did the first blind اول واحد بقى man say about the elephant ايه اللي قاله اول واحد لمس الفيل قال ايه عن الفيل the first blind man قال ايه he said هو قال the elephant الفيل was very tall طويل جدا and strong و قوي like a wall شبه الحائط like a wall شبه الحائط question number three which يعني اي which part of ايه الجزء the elephant was like a tree trunk a tree trunk ايه الجزء من الفيل اللي هو شبه ايه a tree trunk اللي شبه جزع الشجرة و why لماذا الجزء اللي شبه اللي شبه جزع الشجرة طبعا الرجل ده هو لما بص على الرجل بتاعته كده فقالك بس ده عامل زي الشجرة بالظبط طبعا زي elephant's leg رجل الفيل as it was round عشان طبعا كانت مستديرة and strong وقوية طبعا question number four why لماذا why لماذا why did the force blind الرجل الرابع بقى think the elephant tusk tusk اللي هو الناب ده اهو ده بالنسباله بقى was like a spear ليه كان هو مفكره زي ايه spear اللي هو الرمح ليه طبعا because it was hard long and smooth يعني كان حاجة دي hard كان بص عمل زي هنا hard يعني كان قوي شديد و and long و حاجة دي طويلة و ايه تاني و smooth ناعم question number five which part of the elephant was like a huge leaf ايه الجزء من الفيل اللي كان شبه ايه بقى a huge يعني ضخم leaf ورقة ايه الجزء بقى اللي كان عبارة عن ورقة ضخمة زي ورقة الشجر كده بس كبيرة طبعا the elephant's ears the elephant's ears اللي هي ودان الفيل اللي هي ودان الفيل question number six what did the sixth blind man الرجل اللي هو السادس بقى think the elephant's tail was like هو اعتقد ايه على tail tail اللي هو tail tail الفيل was like كان شكله ايه طبعا he sawed هو اعتقد the elephant's tail was like a robe قال ان الديل بتاع الفيل دوت عامل زي الحبل زي ايه الحبل robe حبل question number seven what did the farmer tell blind man الفلاح قال ايه بالنسبة لناس المكفوفين to do why قال لهم يعملوا ايه بقى the farmer told the men اخبر الرجال to listen to what they all sawed انه هما يسمعوا البعض كل واحد بيعتقد ايه about the elephant عن الفيل what do you think the moral of the story is قلنا moral يعني مغزة ايه المغزة من القصة moral the elephant is the biggest animal in the world the elephant is the biggest animal biggest animal يعني اطبر حيوانة او اضخب حيوان انزا ورد في العالم ده المغزة بتاع القصة ولا blind men الرجال المكفوفين are very clever and they are good at describing things كانوا الناس اللي هما المكفوفين دول كانوا جيدين في وصف الحاجات اللي هما وصفوها ولا المغزة when we listen to other people لما نستمع للناس we can understand the world better ممكن نفهم اكتر لما نستمع لبعض كل واحد يستمع للتاني الفكرة بتاعته ممكن نفهم اكتر نعرف اكتر يبقى هي تبقى number three ده المغزة اللي هتبقى number three ان احنا نستمع لبعض ده هيبقى افضل لنا عشان نكون فكرة استمع هنا بقى دورك انت بقى student a student able to describe an animal هتوصف حيوان but don't say its name ومش هتقول اسمه student b listen to student a استمع للي هو طالب الاولاني and draw a picture of the animal هيعرف الوصف اللي هو student a بيقوله عليه ويرسم يعني هيقعدوله المواصفات الحيواني اللي هو بقول عليه ويرسمه student a look at the picture هيبص على الصورة and say if it's correct هل هو اللي كان قصده عليه ولا لا nun منا loses